أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر والجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة ورحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر مشددا على أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنصيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية تبعنا خلال المشاورات التقدم المحرص في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدين واتفقنا على أهمية تعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وأكدنا على ضرورة الدافع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتبعنا الجهود الرمية إلى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاء عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف ترجمة نانسي قنقر